بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حضركم دايماً بتسمعوني وأنا بتكلم على حاجة اسمها التدين الكمي مش هنتكلم النهاردة عن التدين الكمي لأن احنا هنتكلم عن جليس تاني مهم جليس النهاردة بيصيب القلب بالصدى وساعات يجيب بلادة غريبة للقلب ويخلي القلب كأنه حصل له تيبس ويخلي الأعضاء نفسها ما تبقاش لينة في العبادة ويخلي النفس كسولة ويتخلي الإنسان مش قادر يعمل العبادة وتعطننا عن حياتنا الطبيعية ومع ذلك نفسنا توهمنا بإن احنا في ده في الحالة الراضية اللي احنا فيها دي إن احنا محسنين ظننا بالله لكننا في الحقيقة مع جليس النهاردة ده بيتعاود الإنسان على سوق الأدب مع الله إزاي الكلام ده؟ لأن الجليس اللي احنا نتعامل مع النهاردة هو جليس التمني التمني في اللغة اللي احنا نطلب المستعيل بس التمني اللي احنا نتكلم عنه هنا هو إن انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بإن انت بتتمنى أشياء إنها تحصل وتتحقق من غير أي ساعة أو ساعات تتمنى أشياء ولم تتحرك لها ولم تأخذ لها بالأسباب الكافية فهو تعتبر إن ده نوع من أنواع حسن ظن في الله وهو في الحقيقة مش حسن ظن في الله ولا حاجة إن انت بتعبد الله بالتمني ومن أشكال التمني الواضحة عندنا إن واحد يدخل مثلا نتجوز ويعيش بقى بالتمني ده وينتظر إن هو يعيش أسعد أيام حياته مع شريك حياته وإيه اللي حاصل ولابزه لأي شيء في المقابل هو راجل كده ساكن صامت لا يفعل شيء وهو منتظر إن حياته تبقى أسعد ما يكون ومع إني الكلام عن الجواز كلام مليان بالحركة وعاشرهن بالمعروف تفاعل فاعلية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا أو فعله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بينكم يعني في حركة أو واحد تاني مثلاً يدخل مشروع وأنا مسمي الناس دولة في بعض الأحيين هم الذين يختبرون الله داخل مشروع لأسف يعني حاشا لله داخل مشروع ومتوقع إنه هو يحقق أرباح عالية من غير لا دراسة جدوى ولا إنه هو صاحب خبرة ولا إنه هو يدرس السوق ولا يدرس ولا عمل دراسة مستقبلية ولا حاجة وعايز يحصل على أرباح خيالية أول ما أكلم الشخص ده كده يجي يقول لي إيه يا أخي أنت أتحجر رزق ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون أه بس أنت فاهم غلط أنا لا أكلمك عن فضل الله أنا أكلمك عن حسن معاملتك مع الله الله يحسن معاملتك إيه أنت بقى بتحسن معاملتك مع الله وبتحسن الأدب مع الله زي أب مثلا نفسه النبنه يحبه ويتعامل معاه بطريقة حسنة ويخليه هو مثل الأعلى ويحبه وفي المقابل بيتعامل بقسوة وبغلظ وعدم حكمة وبيجرب كل الأسليب الردية والتعامل المؤذي مع ابنه لدرجة أنه لا بيعلم ولا بيتواصل معاه ولا بيحاول يساعده على أن العلاقة اللي بينهم تكون علاقة سليمة علاقة صحية علاقة نفسية جيدة ومع ذلك عايز ابنه يخليه في سويداء قلبه وده برضو ممكن يكون داخل في حقوق الأبناء وأصعب شكل من أشكال التمني هو أن الإنسان بقى إحنا نحن نحن نوصل بقى للناس بيصطلح عليه إلى أعلى مستويات العيش بالتمني وهو أن يتعامل الإنسان مع مولاه بالتمني فيكتفي أنه هو بيحب ربنا وما يعملش أي شيء أي شيء لا ياخد بالأسباب ولا يكتد في العبادة ولا يعمل أي حاجة وده اللي أنا بسميه بقى المقابل بتاع التدين الكمي وهو التدين بالتمني وده المصطلح لازم نتكلم عنه كتير زي ما بنتكلم عن التدين الكمي لازم نتكلم عن التدين بالتمني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش العطالة والبطالة تحت زعم الحب معلمناش إننا نكتفي بالحب من غير معمل معلمناش إننا نكون على سوء أخلاق واندعي الحب الحب ما جاء إلا اللي ترى افتقارك بينا يد الله سبحانه وتعالى في الناس الحب افتقار الحب انكسار الحب اقبال الحب حسن عمال الحب نزع عن النفس كل الأحمال المليئة بالأوزار فعن من أخلاق المحب الصادق إنه يجعل الله أنا آسف يعني أهوى النظرين إليه وكلما نادى الله عليه لأجل اللقاء انشغل وتولى بعض الناس يقولولنا سيبوا الناس سيبوا الناس يتعاملوا أنا ما بتعاملش في التحكم على الناس أنا بتكلم في إصلاح الناس في تغيير الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه أنا بتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على الكيس والغافر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ما احنا مش على فكرة احنا على فكرة مش هناخد معاملتنا مع الله من حد غير من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل إن كنتم تحبون الله تحبون الله فاتبعوني في عمله يحببكم الله فالحب له أمارة له عمل لكن تعصى الإله وأنت تزعم حبه ما ينفعش فأنت لازم ببساطة خالص تسعى ولذلك اللي حاصل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عمل إلى اللقاء عمل بمحبر لله سبحانه وتعالى والغافل من إيه يا سيدي من إيه يا حبيبي يا رسول الله من إيه من أتبع نفسه وعواها وتمنى على الله الأمان ما حدش هنا يستدللي بحديث إن الراجل كان بوجلد وإيه اللي حاصل والراجل يقول ما زالت نفسه تتقلب ولا يا حتى يأتي في وجلدك الكلب قال اسكت لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله لأنه تاب تاب وجه وهو في طريقه إلى الله فهو جي إيه اللي بيحصل مش متبع لنفسه هواها وبيدعي الحب لكن تاب واستغفر وأقبل على الله وإحنا ما بنقولش إن أصحاب المعاصي خلاص انتهت العلاقة بينهم بين الله ما حصلش بس في نفس الوقت إحنا مش بنقر الناس على معاصيهم إحنا بنقولهم أن أنهم لابد أن يذهبوا إلى باريهم إلى حبيبهم ولذلك ما ينفعش إن الواحد واقف كده ويدعي إنه محب لازم يتحرك ويقبل على مولاه سبحانه وتعالى وعشان كده الإنسان المتمني عنده مفهوم مركزي محتاج إنه يتصحح وهو مفهوم الراحة المتمني واهم نفسه إن الراحة وإنه هو ما يعملش وإنه هو المحبة هتكون مكان العمل ما فيش حاجة اسمها المحبة مكان العمل لا العمل مكان المحبة ولا المحبة مكان العمل اللي اتنين مع بعض لازم الإنسان يطيح يالله الذين أمانوا وعملوا الصالحات لازم نعمل وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن مفهوم الراحة في العمل لما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال مش أرحنا عن الصلاة أرحنا بالصلاة فحضرت النبي علمنا إن الراحة في طلب الوصل وديمومة العمل يبقى إذن هي دي الراحة مش في البلطالة والعطالة فالتمني نوع من أنواع الغفلة والعجز اللي حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لنا الكيس من دان نفسه وعمل الإمام بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فيا سادة التمني ده يحطم الهمة التمني ده يغطي المدد الواحد ما يشوفش مدد ربنا المتمني يسعى وكأنه يأمن الله المتمني كأنه يختبر مولاه فالمتمني بيبان أنه بيحسن ظنه في الله لكنه في الحقيقة بيسيء الأدم مع مولاه سبحانه وتعالى وبيعيش بهواه مش على مراد الله مش على رب مراد الله أبدا وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة يبقى إذن فإن لي حاصل؟ لازم نتبين ده أصحيح التدين الكمي رب الناس على الإله المتربص لكن ما ينفعش وإحنا بنهرب من وهم الإله المتربص نرب الناس على التمني والناس تعيش على إن الله هو محقق الأمال إن الله سبحانه وتعالى وفق مراده وإزايك واحد لو ربنا ما تدروش اللي هو عايزه يقول له أنا أتخليني أشك في وجودك ليه؟ أعوذ بالله لأنه أتربع على إن ربنا محقق الأمال لا يا سيدي لا يا عباد الله الله هو الله الله يحقق لك أمالك ولكنه يتفضل عليك أمالك لا تتحقق لك بإيه؟ بتمنيك ليس بأمانيكم الله لا يحقق لك ما تطلب بأمنيتك ولكن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما ترجوه منه فضلا منه فالله متفضل طب إيه الفرق؟ إن ربنا يحقق لي أمنيتي وإن ربنا يتفضل عليها أن الله سبحانه وتعالى ما جاء لينفذ لك ويكون طوع مرادك بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولذلك قال لنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به مش أفعل لعبدي ما ظن به وعشان كده معنى الحديث مهما ظن به عبدي ظنا جميلا حسنا سيجد ما عندي أفضل من ظنه وعشان كده سيدنا حسن البصري بيقول حكم جميلة ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب هو صدقه العمل ده سيدنا حسن البصري كبير الزهاد كبير الفقهاء سندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي واحد يقول ما احنا عارفين أن الحب مش بالتمني آه أنت عارف كده عقلا لكن عمليا حياتيا أنت بتعيش كده بتعيش كده ليه ولزاك بتبقى في أوقات كتيرة جدا جدا تفضل تقول إيه ما خلاص يا ربنا سبحانه وتعالى عارف أن أنا عملت الزنب وضعيف وأنا ضعيف قدام نفسي فإيه يعني إيه ضعيف قدام نفسي خلاص ربنا سبحانه وتعالى بقى عايسويها بقى وعشان كانت تمني يا سادة آفة عظيمة بتصيب الإنسان بثلاث خصال سيئة الوقوف إن الإنسان يتوقف عن الطاعات والعلماء علمونا قاعدة مهمة جدا إن الوقوف أشر أشر المواقف الثلاثة يعني إيه أشر من الطاع طبعا وأشر من المعصية طب ليه أشر من المعصية قالك لأن رب معصية أوراست زلا وانكسارة خير من طاعة أوراست عزا واستكبار لكن الواقف ده هو إما واقف استغناء عن الله وإما واقف اكتفاء بالنعم عن مولاه وإما واقف انتهاء يعني افتكر إنه وصل لأعلى الرتب والمقامات مع الله فالتوقف عن الطاع كارسة وده أول شيء بيقابلنا لما الإنسان يتمنى التاني الانتظار إن الواحد يحط إيديه على خده ومنتظر ربنا يفتح عليه يفتح عليه منتظر الفرصة فإيه اللي يحصل فيتربى على الانتظار مش على النظر والله ما قطع نظره عنك أبدا فلماذا تنتظر فالانتظار ده أكثر شيء يطفئ الهمة ويجعل الإنسان ما يشوفش النعمة اللي ما بين إيديه منتظر منتظر إيه طب وفيه نعم بين إيديك ربنا يجعلها لك عشان توصل يبقى قادية سيدي أول حاجة إن الإنسان يتوقف تاني حاجة الإنسان ينتظر تالت حاجة الإنسان يغتر إن الإنسان يغتر بحلم الله عليه فربنا سبحانه وتعالى يكون حليم عليه وهو يغتر بهذا الحلم وإحنا لازم نعرف إن المؤمن بيطير إلى الله بجنحين الخوف والرجاء ورجاء مش معناه التمني الرجاء معناه حسن الأمل مع دوام العمل تاني الرجاء مش معناه التمني الرجاء معناه حسن الأمل والاستبشار حسن الاستبشار والأمل مع دوام العمل فالأعمال يا سادة عبارة عن كؤوس ربنا بيسكب فيها لنا شراب شراب الوداد وش رأي دايما نقول الأعمال يا سادة كؤوس يسكب الله فيها شراب الوداد للعباد فهل زيك الله سبحانه وتعالى يسكب لنا وده وكرمه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة فالحياة سيدة الحياة الطيبة بتكون بعمل صالح لازم يكون عندك عمل صالح يسكب ربنا سبحانه وتعالى لك في الشراب وكل اعمله فسير الله وعملكم فالحال أصلي فيها أنك بتسعى وأنك دايما بتقول إن في السعي لسعة إن في السعي لسعة عايز الدنيا تتسع وترى فيها الواسع اسعى اسعى ترى واسعى الواسع والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة فكل ما بتسعى كل ما يأتيك رزق من عند الله سبحانه وتعالى وعشان كده تعالوا نشوية إجراءات مهمة وإحنا ماشيين في الطريق إلى الله في الخروج من العيش مع الله أو من التدين بالتمني إلى التدين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا تتوقف أو الإجراء لا تتوقف عن العمل ولو كان قليلاً حتى ولو كان ملوش طعم أنا بعبد بصلي بس مش حاسب طعم استمر ليه استمر ليه؟ لأن أنت كل ما بتعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو كان العبادة ما فهاش طعم ولا فيها لزة ولا فيها أنوار ولا فيها إسرار ولا فيها بتشوف الحاجات وقلبك بيشع فيه النور لما تستمر على العبادة حتى لو ما كانش فيه كل ده إيه اللي حاصل؟ يرى الله منك الصدق فالله سبحانه وتعالى يقول له كل شيء وكونوا مع الصادقين فكل شيء يجيلك بقى لما تتعلم الصدق لأن استمرارك في العمل بيغنس في قلبك الرجاء مع الصدق ويثبت شجرة قلبك في أرض اليقين بدوام المدد وقرب الفرج والعطاء من رب العالمين تاني حاجة يبقى أول حاجة ببساطة خالص استمر في العمل ولا تتوقف تاني حاجة قسم الأعمال الكبيرة لخطوات صغيرة كل يوم تلتزم بيها يعني أنا عايز للوقتي أخشع عايز لما يذكر الله سبحانه وتعالى قلبي يوجل يبقى إيه اللي حاصل؟ أمر النفسي على ذكر الله تاني حاجة أمر النفسي على الحضور في الله مع الله تالت حاجة أمر النفسي على أنني مذكور في السماء رابع حاجة أرى أن ذكري هو أصلا ماذا؟ ماذا؟ ده بقى عبارة عن تجلي من تجليات ذكر الله ليه أول ما وصل بقى إن ده ذكر الله ليه أول ما أسمع الله الله فقلبي أخشع وأتصل بالله تالت حاجة أختار طاعة من الطاعات اللي تقيل على قلبي وأنا نسيتها وأعملها مرة كل يوم وأبحث عن عون ومش هتجد عون يعينك زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم سلاما تاما على نبي سلمت به الطاعات من كل أو شامها وسرنا يا مولانا ببركتي وقد فتح علينا أبواب الإقبال عليك فاللهم بحق الصلاة على ذلك النبي المكرم اجعلني من عبادك الذين يسرت عليهم وصلك نقول الدعاء مرة تانية ونقول هذه الصلاة مرة تانية عشان نقدر بها نصير إلى الله اللهم صلي صلاة كاملة على نبي أنزلت عليه مناءت بحمله الجبال فحمله وقلبه يطوق إليك وسلم سلاما تاما على نبي سلمت به الطاعة من كل أسقالها وسرنا يا ربنا مع رسول الله وببركتي وقد فتح علينا باب الإقبال عليك فاللهم بحق الصلاة على ذلك النبي المكرم اجعلني في عبادك الذين يسرت عليهم وصلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلني في عبادك الموصولين على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة نلتقي بأسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامي جولة وعسره عشان نعيش مع حضرة مولانا سبحانه وتعالى ومدده واحنا بنقرأ أسئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامي جولة وعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وعن نشوف حاجات كتيرة جدا 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 على نتم التواصل بيننا وبينكم في الأيام اللي جاية فخلينا دايما على صفحتنا المباركة وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا من أسئلتكم المنيرة السؤال بيقول إيه السلام عليكم يا شيخنا أنا باحترم حضرتك جدا أهلا وسعرم بحضرتك أنا أنيسة عندي 33 سنة هل في سعي في الزواج أقدر أعمله ولا ده رزق مالوش سعي وأسألك الدعاء في شوية حاجات كده أنا دايما بقولها آآ لي من يسألني هذا السؤال أعمل إيه في حاجة مهمة جدا 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 ثلاث حاجات مهمة جدا جدا غريبة فيهم حاجتين غراب جدا جدا لما بيحصلوا ربنا بيفتح الطريق أول حاجة لأ أنا عبتدي بالحاجات اللي مش غريبة أول حاجة لابد أن أنا ببساطة خالص أن أنا أتهيأ للجواز يعني إيه أتهيأ للجواز في ناس كتيرة بيبقى عندهم حاجات كده بتخلي حالتهم التي تتعلق بالجواز حالة غير ما بتفتحش أبواب أبواب مسألة القبول زي إيه مثلا زي إن حد مثلا يكون بيشعر بأنه هو قليل الحظ فالشخص هو بيكلمه يحس بنبرة حزن أو بنبرة أسأ أو يحس بأنه أكبر من السن أو يحس بكذا لأنه حاسس أنه بيتعامل مع حد شيء الهم فهو لما هو بتعامل مع حد شيء الهم ده لأنه حاسس بأن المسألة صعبة وحاسس أنه هو شيء الهم فلما بتعامل مع ده كتير من الناس بيبقى عندهم عزوف للتعامل أو لمسألة الزيجة من شخص هو ده حالو ليه بقى؟ لأنه هو بيقول لك أنا أصلا بالعافية أتجوز أجيب حد يشيل الهم فيغمني فدي حاجات لابد أن احنا نلتفت إليها فده أول حاجة لابد أن احنا نتخلص من الأشياء المعيقة لمسألة الجواز منها الكآبة فلو حد عنده أي شكل من أشكال الكآبة يتخلص منه طيب الحاجتين التانيين بقى وهم دول غريبين جدا أن الواحد لما بيكون مؤهل للجواز بيعمل إيه؟ بتتفتح ليه أبواب الزواج يعني نفترض أن فيه حد راح حصل على تأهيل المقبنة على الزواج وكأنه إيه؟ لو علم الله فيه مخيرا لأسمه يعني إيه؟ يعني الواحد لما بيتأهل بيفتحها للباب وكأنه أنا حتى لو أخذت سبب من أسبابه ومش باين أنه بيجيب عرسان لكن وكأنه بقوله يا رب أنا هيأت الكأس فإن اللي حصل فأرجوك أن تعطيني من فضلك ومن كرمك فيجيه العطاء حاجة غريبة جدا فالواحد لما بيتأهل ربنا بيفتح عليه الأبواب يبقى كمان نتأهل للإقبال على الزواج الحاجة الثالثة بقول مهمة جدا جدا هو كسرة الدعاء يبقى عندنا ثلاث حاجات يبقى أزيل المعوقات اللي ممكن تعوق الناس لما تيجي تحاول تبص عليه لأن الناس في بعض الأحيان أنا ببقاش عارف وده محتاج أن أنا أسأل حد خبير أقول له هو إيه اللي عندي ممكن يخلي الناس ما تقبلش على زواجي لأن في بعض الأحيان الناس بتعمل أشياء إذا مثلا حد كده هو متعود أنه هو لما بيبص بيركز فبيركز فبيقطب وجهه فلو حد بص عليه وهو مش واخد باله فيحس أنه بيتعامل مع شخص في غاية الكآبة ففي حاجات لازم نعرفها لأن الناس أول حاجة بتشوفها الوش أول حاجة بتشوفها الناس الكلمات أول حاجة بتشوفها الناس التعامل فإذا كان ده يعني فيه أي قدر من الكآبة في الغالب الناس مش هتقبل دي أول حاجة تاني حاجة أن أنا أتأهل تالت حاجة كثرة الدعاء والصلاة على حضرة النبي التلت حاجات دولة حضركي سألتين يعمل إيه يعمل التلت حاجات دولة وربنا سبحانه تعالى يكرم ويفتح الأبواب إن شاء الله فقلت استغفره ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم من درار فيالله توكلي على الله وأكثر من الزكر وأكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار ربنا هيكرمكم إن شاء الله يبقى التلت حاجات دولة مهمين جدا جدا في مسألة السعي إلى إيه إلى فتح أبواب الزواج نعم السؤال اللي بعد كده بيقول إيه أعاني من الوسواس منذ عشر سنوات وبيتطور من الوضوء للصلاة للطهارة بصورة كبيرة بس بحاول أتعافى بفضل الله بس فضل الطهارة ممكن القدر المعفو عنه من النجاسة إيه لإني بعاني في الاستنجاء أولا في شوية حاجات كده هقولها فيما تعلق بوسواسة الطهارة وخصصة الوسواسة الإستنجاء أنا شايف إن الحالات اللي فيها معاناة زي على النفس التعبير حضرك دي محتاجة تدخل أطباء بس خلينا نبتدي لأول بالأصول اللي ممكن تنفي ما يتعلق بمسألة الوسواس النجاسة بالذات وروح بعد كده أول حاجة لازم نعرف حاجة مهمة جدا أن ما لا يدركه الطرف اللي نعم بمشوفهش لا تتم النجاسة بيه يعني الشخص اللي هو موسوس ده لازم يتوقف عن القول أنا حاسس إن فيه نجاسة أنا حاسس إن فيه بول ترتش بدلا هو خلاص استنجى مرة واحدة خلاص هو لا يحتاج إلى مرة ثانية دي أول قاعدة القاعدة التانية اللي بنقولها للناس اللي هم عندهم وجسواس الاستنجاء ده أني أنت ممكن تقع في الإسم من جهتين الجهة الأولى خلاص أنت الطهارة قد تمت بمجرد استعمال الماء أو استعمال الأدوات الأخرى زي المناديل أو شيء من هذا القبيل وانتهينا طب و أنا بحس الإحساس ده لا نرتب عليه لأن الإحساس ده ممكن الإنسان يحس في أحوال كتيرة بأشياء كتيرة ولا ولا تكون صقيحة فلا تعول على إحساسك يبقى أنت توقف عن التعويل على الإحساس وأنت عندما استخدمت الماء أو استخدمت المندين مرة واحدة خلاص انتهت حاجة تانية ودي شيء مهم جداً جداً في مسألة الطهارة أني يجب أن تفهم أنه لا يستمنحقق الإسراف لا في الماء ولا في التعامل مع الصحة استعمال الماء الكثير هذا حرام لأنه فيه إسراف الأمر الثاني استعمال الماء الجسير المضر بالجسد لا يوجد شرعاً لأنك أنت بهذا تهلك نفسك يبقى ده تاني شيء الحاجة التالتة والمهمة في الاستنجاء أن المقصود بالاستنجاء هو الطهارة وليس المقصود بالاستنجاء الطهارة المعنوية بتبقى في كتير من أحيين الشخص اللي بيبقى عنده مشكلة في الاستنجاء والطهارة بيبقى عنده مشكلة تتعلق بإحساسه بعدم الطهارة الداخلية لا أي سبب من أسباب حد يكلمه عن الزنوب حد يكلمه عن الكبائر حد يكلمه على حاجة فهو حاسس أنه عايز يدخل الماء جواه عايز يدخل الماء جواه لأنه عنده حاجة بيعاني منها باطنية لا الحاجة الباطنية دي مش تخلص بالطهارة لكن هتخلص بإيه؟ هتخلص بالتوبة فأنت إذا توبت انتهينا زي اللي قلنا في غسل الحاجة بالمية قلنا في التوبة التوبة انت توبت وخلاص مرة وانتهينا يبقى الثلاث حاجات دي لازم نعملها إيه اللي حاصل؟ بدأ ان انت توبت مش هينفع ان انت تدعم مسألة توبتك بالمبالغة في إيه؟ في التخلص من النجاسة الظاهرة أنا أعرف ناس كتيرة بيعودوا ساعات طويلة لأنهم حسوا بإن فيه هم مش طهرين بس هم بيقولوا ان هم مش طهرين من الداخل وعشان كده ده خطر جدا 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 السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخ ويا ريت ترد علي أنا متجوز وبحب زوجي بقى أنا متزوجة بقى وبحب زوجي وبتقل لا فيه بس هو بيحب واحدة وكان بيحبها من زمان لسه بيتصل عليها لحد دلوقتي وبيقول لي حرام انك تكلم وبقول له حرام انك تكلمها تسأل عليها يقول لي لا دي أختي مع اني هي متجوزة ومعاها عيال ولما بيكلمها بيقول لا يا حبيبتي ويا عمري وانا مش مرتاحة للوضع ده وطلبت منه الطلاق بسبب الموضوع ده يريد تقول لي اعمل ايه وتقول له كلمة علشان هو بيحبك وبيسمعك على طول طيب يا سيدي خلينا ابتدي بيه هو واقول لك انت هتعمل ايه اول حاجة هو بيكلمها بلاش ان احنا نضع نفسنا في مواطن الشبوهات وخلي بل حضرتك ان اللي انت بتعمله ده هو في الحقيقة مفسد لحياتك الزوجية مفسد لحياتك الزوجية ليه مش لان زوجتك بتغيير عليك لا لان هو في الحقيقة انت لم تتعافى من حبك الأول لو انك انت بتعافتش من حبك الأول ده هيفسد عليك حياتك لانه يمنعك من انك انت تحس بنعمة رب الله لان انت عايشها محدش قال ان المشاعر التي تكون داخل الإنسان ان ربنا يعزبه عليها لكن هو لازم يمنع أثار هذه المشاعر في حياته المشاعر دي ما ينفعش ان انت تتكلم امرأة لان رسول الله صلى معلمنا معيار مهمة قوي قوي الاسم ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع علي الناس أظن انت مش بتقولها يا حبيبتي ولا بتقولها يا عمري قدام جزها هذا اسم اذا كنت انت بتعمل كده فانت عايزة تفضل دايما حسة بيك ان انت ما زلت حبيبها وما زلت اكتر الناس احساسا بأهميتها واكتر الناس مسندة ليها خلي بالك انت ممكن تكون ببساطة بتخببها على جزها فلذلك اتق الله اتق الله والكلام يكون في حدود المعروف واذا كان المعروف واذا كان الكلام ده عيوصل الحياة بينك ومن زوجتك الها الى طريق مسدود فإن اللي حاصل اترك هذا لله واجعله باب من أبواب العفة وباب من أبواب تقوى الله سبحانه وتعالى لما تعمل الكلام ده هتجد سعادة في بيتك وانت حاول بقدر الامكان ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تسمعي وتحاول تكلمي كلام حسن وعيشي بعبادة وقول للناس حسنة يفتح عليكم ربنا سبحانه وتعالى يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن آفة موجودة ويابد ان احنا نتخلص منها وهو التدايم بالتمني تعالوا نرجو الله ونديم العمل بأمل والله سبحانه وتعالى لان ننسانا وسيوسع علينا اللهم يا أكرم الأكرمين اجعلنا في حسن الظن فيك نحسن من العمل واجعلنا دائما نرى مددك في أعمالنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين